اعتمد وزير الدخلية محمود توفيق نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 أكاديمية الشرطة صرح علمي أمني وتدريبي متفرد يقوم بإعداد ضباط الشرطة علميا وبدنيا وفقا لأحدث البرامج لمواجهة التحديات الأملية مزودين بالقيم الأخلاقية والانضباطية في هذا الإطار اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية بهدف انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بدنيا وصحيا وعلميا ورياضيا تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقدرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للتحاق بها الطلاب الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول هم من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج وخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية وخريج الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية خضعوا جميع الاختبارات العلمية وبدنية وصحية تؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائل خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في درجات الاختبارات ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري يمثلوا الطلب الجدد كافة المحافظات واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفاعلية مكنتهم من الانضمام إلى هذا الصرح العلمي الأمني المتفرد مالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على السنوية العامة أو ما يعادلها والإصانس في الحقوق زكور وإيناس وبكايوس التربية الرياضية إيناس والمؤهلات الجمعية زكور وإيناس عدد 53.154 وصل منهم لكشف الهيئة 12.962 والمستهدف قبوله منهم 2.950 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على السنوية العامة أو ما يعادلها 5.521 والمستهدف قبوله 800 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على شهارة الليسانس في الحقوق زكور وإيناس 5.017 والمستهدف قبوله 1.550 عدد المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهارة البكايوريوس في التربية الرياضية إيناس 400 طالبة والمستهدف قبوله 50 عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجمعية بقسم الضباط المتخصصين زكور وإناس 2024 والمستهدف قبوله 500 وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلية حول إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة على مدار فترة دراستهم إلى أن يصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن الإعلان عن قبول دفعة جديدة للتحاقي بكلية الشرطة من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق والتربية الرياضية ذكور وإناس والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية هي فرصة للمقبولين لتحقيق حلمهم للتحاقي بهذا الصرح العلمي الأمني المتفرد يصبح حماة أمن هذا الوطن الاختيار تم بكل حيادية وموضوعية وفقا للضوابط المعلنة عبدالله بركات التلفزيون المصري